سلام أبو عرقوب وعلا عبد الله فرقان مختلفان مشاركان في سباق سوب بوكس لريد بول يوم الجمعة الجاي إن شاء الله سباق مميز جداً سيكون شبيه بالسباقات التلمتش اللي دائماً كنا نشوفها العالمية وإن شاء الله رب العالمين يوم الجمعة القادم سيكون يوم مليء بالمغامرة والإثارة سلام صباح الخير صباح النور أهلاً وسهلاً وعلاق صباح الخير صباح النور أهلاً وسهلاً شرفتونا سلام لو سمحت تحكي لنا شوي عن سيارتك مبدئياً أو أحكي لك قبل السيارة أحكي لنا عن المشاركة نفسها كيف عرفت عن السباق مين تحمس للمشاركة مين فريقك وكيف شركتوه أول إشيء أحب أصبح المشاهدين الكرام وإحنا عرفنا عن مسابقة عن طريق صاحبي أنه شاف بالوسائل الإعلام أنه في مسابقة هيك هيك فإيجا حكا لنا تمام شو رأيكم نشارك حطينا خطة دا وشاركنا الحمد لله زبطاكنا عنها حلو حلو أنتو كم واحد إحنا هلا خمسة اثنين دكاترة أسنان وثنين مهندسيين وطالب يا سلام فحاولنا نفكر بفكرة أنه تكون خارج عن المألوف تجمع التخصصين معنهم بعاد كلياً عن بعض بسيارة واحدة حلو الحمد لله يعني إن شاء الله نكون توفقنا بهذا الشي حلو حلو إيش عملتو عملنا هي عبارة عن سيارة عبارة عن فكين فاتحين الفكين هاي بمثل الأسنان والكرين الرافعة تبعت الهندسة فاتحة التم حلو حلو طبعا سيارة في إلها مقصات معينة يعني محددة من اللجنة حجمها حسيته كبير والصغير حسب التوقعات لما رسمتوها ولا كيف إحنا حاولنا نعمل تصميم يكون في كل شيء مبين نحاول الأشياء لما نعملها تكون سهلة لنا كمان حلو حلو الحمد لله طلع كبير شوي حسن الحمد لله حلو حلو طيب على أنت بات موبيل سيارة باتمان ولابس كمان بات موبيل سيطر أنا وياك الجيال تقريبا تماما كانت الكاركتر الأساسي المعروف بذلك فترتنا عالم كانت باتمان وكانت مؤثرة في حيات شكلها مدت معك أصبب الزر أتات أكتر معي حلو شو الفكرة على فكرة سيارتكم ومشترا الزي ما حكيت إحنا الجيال فاللي عاصر أفلام تب بيرتن زي ال89 والتسعين فحب السيارة هديك وحب كتير الأشياء الموجودة فيها طبعا تقريبا أحسن سيارة يعني رأناها اه تقريبا مع هذا الفيلم نجيد رح ينزل فهي احتمال يكون أحلى يمكن فإحنا عجبتنا السيارة وكتير حلوة صراحة رائعة السيارة وحكينا ممكن نقدر نسويها فبلشنا بالمخاططات والرسمات والأشياء زيك وفرضنا كل شيء على الورق وكل شيء تمام كل شيء بزبط حلو أنت تزاينر أصلا أنا تزاينر بزبط أنا تزاينر والفريق اللي معك الفريق اللي معي كان معي أنا اثنين دزاينر اللي هم أصلا فيه واحد منهم محمد الآغة حداد وحسام صوالحة بشتغل بلدهان حلو وعندي كمان واحد بنجد طيارات اسمه محمود زيود حلو تمام فالتمينا احنا صناعية فتوقعنا أنه يكون الموضوع سهل فاحنا بلشنا بالشغل بعدين بلشنا نتبلش الصعوبات تعيد السيارة الطيام كيفنا نأخذ الشكل كيفنا نبنيه كيفنا نأخذ الكرفات وعيد السيارة وهذه الأشياء فوصلنا لمرحلة لأنه لازم نقرر القرار صعب يام ندهن السيارة الدهان يام نعملها جلد وإحنا إحنا في عنا أدفانتج أنه أنا كنت أشتغل بنجد وفي عنا بنجد طيارات حلو فأخذنا الدائركشن تبع الجلد وبلشنا بالسيارة واللي حل الموضوع أنه هذا الدائركشن راح أنه أصلا بتمان لبس وجلد تمام فطلعت معنا تماما الحمد لله حلو فالسيارة منجد جلد جلد بالظبط أنا متحمس جدا السواق متحمس أشوفكم إن شاء الله سلاموا على حكت لي أنه فريقك عم تشتغلوا في إربد أنت ساكن في عمان ولكن على الأساس أن السيارة كان إربد فبعدين لما اشتغلت اشتغلت في عمان تمام فإحنا كنا بننزع المدينة الصناعية في إربد بنباش بالسيارة بالليل بنشتغل فيها لأن الواحد ينتهي وبعدين بروح بنام حلو فكونوا مبالل زي هيك سلام أنا كثير محيي فيكم هذه الروح الحلوة حضرتك ديزاينر وحضرتك دكتور سنان بالتأكيد مشاغل الحياة صعبة وأيضا فيه تكليف تتكلفوها ولكن الرسالة الإيجابية الجميلة جدا أنه الواحد ممكن أنه يحط مجهود عشان الترفيه في حياته يحط مجهود عشان ينبسط ولأنه في النهاية الواحد مثل ما سلام حكالي كان فيه شوية ردة فعل سلبية من الناس كلهم بك تعمل هيك شيء دائما بيعطوك ردة فعل سلبية أنه ما رح يزبط وما رح تفوز وما رح تشاركوا من الحكي هذا ولكن الحمد لله قدرنا نأخذ هاي الطاقة الإيجابية السلبية ونحولها الطاقة إيجابية يا سلام حلو كثير أنت ما عم بتشارك أنا حكت لك حتى يعني كنا عم نسأل عن الجوائز متحكي لي أنا ما عم بتشارك أصلا حتى عشان الجوائز وما كنت عارف أشي الجوائز في مرحلة من المراحل ولكن المشاركة من أجل نفس المشاركة وهو شي كتير جميل إيش حسستك هاي التجربة وإنت عم تشتل شو أضافت لإلك؟ أول إشي حلو الواحد يطلع بره مجال شغله شوي إنه بضل مجال شغله إنه إبداعيته مع الزمن بتقل تمام فلازم إلى أشياء بترفع عن حاله فيها ويعني إنك تصنع إشي وهيك تطلق إبداعاتك هذا كتير بيحفز جميع الجهات النواحي تمام تمام طب احكي لنا شوي عن الفريق تبعك سلام ومشاركة الفتقين مشاركة كل شخص من هذا الفريق في صنع هذه السيارة هلا فريقنا أنا والدكتور محمد الخطيب المهندس صليبة المصول مهندس مصطفى حدثات وعبد الرحمن حدثات تمام إحنا الخمس الحلول الموضوع عمرنا ما عملنا هيك إشي فكانت تجربة جديدة وإحنا عملنا بيدينا كل إشي من إيه تزد حلو من الدهان من البوليسترين من حف وقص يعني ما خلينا إشي إلا عملنا حلو والحمد لله يعني اللي بيشوف الشغل بيحكي أنه انت سالك وزمان بتشتغله حلو طب من وين جبتوا الخبرة ومن وين جبتوا الأفكار يعني بعد ما رسمتوا السيارة من رسمها أصلا أنا رسمتها انت رسمتها وما كان عندك خبرة بالرسم رسمتها يدويا رسمتها يدويا رسمتها يدويا وقالها مرصاص وما كانتش كتير واضحة مكننا شتقيينة أخذوا بنا صراح حلو والفكرة من وين إجاتت الفكرة أنه ممر إنجينيرز أنه بدنا إشي يعني يربط الأسنان بالهندسة حلو فأكيد الأسنان أكتر إشي الناس بتروح له مشان الإبتسامة طبعا والإنجينير إنجينيرز طبعا طبعا طيب علاء حكي لنا شوي عن التجربة من ناحية التكلفة من ناحية المجهود من ناحية الوقت بالتأكيد يعني مش سهل إنك تبني سيارة بهذا الشكل صحيح ولكن أنتو نجحتوا إحنا يعني للأسف ما فيش عنا صور لسياراتكم بس بدنا نترككم مفاجئة بس أنا شخصيا شفت سيارتك على الموبايل وشفت سيارتك كمان سلام السيارتين يعني فاقوا التوقعات صراحة يعني سيارة جمعية أنا وعن جد أشوفها بالشارع رح أوقف ورح تبهرني أحاول إنه أكتشف أو أعرف شو هاي الماكنة وكيف تشتغل فأكتش لنا شوية عن العمل خطة العمل تماما إحنا حكينا إنه زي ما حكيت لك التيم تبعي فلما قعدنا مع بعض وحسبنا هذه الأشياء حكينا إنه خلص ممكن إنه إحنا نقدر نشتغل إحنا بأرياحية ومش تكلفنا كثير لأنه قراري إحنا صناعيين فإنه نخفع حان هذا الإشي الموجود فلما بلشنا بلشنا شفنا إنه سيارة عم تأخذ وعم تأخذ وعم تأخذ وعم تأخذ وعم تأخذ وليس عم تأخذ فوالله كلفت يعني شوية بس صراحة تسورتت يعني إنه طلع عنا أخر إشي حلو يعني إنه إحنا فخورين فيه صراحة طبعا رح تحتزفي وذكر يعني رح تكون يعني رح تكون يعني لالنهاية إش أصعب جزء كان أصعب جزء إنه كان بالنسبة إنه لما كنا نعم نشتغل على السبنشن تبع السيارة بلشنا بإشي وبعد ما خلصنا طلع إشي غلط فاضطرنا نفك شغل كليات ونرجع نشتغل من أول وجديد وبعد هيك وصلنا لمرحلة الستيرينج سيستم والستيرينج سيستم كان مأساة صراحة كنا كل يوم نجرب إشي جديد كل أخر شي يعني رح تشوفكم نازلين آه نروح لهون فكنا كثير صراحة مأساة وصلنا لمرحلة إنه توقعنا ما يزبطش معانا صراحة بس آخر شي الحمد لله بطل الموضوع إذا وصلتوا يعني لمرحلة يأس مثلا وصلنا لمرحلة يأس صراحة كنت قررت أنه تبطله قررنا نبطل لأ صعب شوي كنت قررت كثيرا بالموضوع صراحة نبطل لأ ولكن وصلنا إلى مرحلة أنه عن جد حسين أنه ممكن لا نكون من المنافسين قويين في الفريق تمام بالردبول كل يوم ثاني يوم بالزبط من وصلنا إلى مرحلة اليأس راح صاحبي حسام اشترى أشياء جديدة وغيرنا كل شيء وضبط كل شيء فجأة كل يوم مرة واحدة فهذه كانت واحدة من الكريتكال حلو كثير ما أصعب مرحلة عندكم السلام كانت أنه كلنا نشتغل فكننا نروح من أشغالنا ونبدأ بالسيارة بشغل ثاني تمام فهذه كانت لدينا مشكلة بالوقت الألوات والمجهود وغير هذه الأدوات التي استعملناها نحن أول مرة من استعملها حلو فكان هناك تحدي إلينا فيها حلو حلو كثير بالتأكيد أضافت لك يعني علاب جوز أنت وأصدقائك كنتوا متعودين على العدد أكثر بسبب الخلفيات المهنية ولكن عند السلام كطبيب أسنان بجوز كان الموضوع صعب شوي بس أينك سيبنا خبرة جديدة حلو حلو برافو عليك طيب مين حاسس فيكم أنه ممكن ينافس؟ أتوقع رحنافس لازم أنافس صراحة بعد كل شغل اشتغلنا المعايير الإبتكار والكارزمة وهو التصميم نفسه والكارزمة تحت السيارة والسرعة أيضا 150 نقطة مش على إشي واحد علاء وين شايف حالك بتنافس؟ في المراحة الأولى لا يعني عفوا في السرعة أو في التصميم أو في الكارزمة؟ في التصميم والكارزمة بسرعة آه ثلاثة ثلاثة سلام وين شايف حالك بتنافس إن شاء الله نحن نفس الشيء ومحضرين إن شاء الله للجمهور مفاجأة حلوة بيوم أربعة تسعة ومتمنى لكل يشاركنا وشوف شو رح نعمل إن شاء الله طيب جربتوا السيارة على منحدر معين؟ جربناها كيف كان وضعها؟ الحمد لله أمورها يعني طمأنتنا إن شاء الله خير يعني تمام بدون ما ما صارش فيه إصابات لأسفا لا لا الحمد لله الخوف من يوم من السواق آه حلو طيب كيف خايفين؟ والله هو مش خوف هو حماس حلو حلو مو خايف إنك مثلا توقع وتتكرفت معا والله حلو بالموضوع إنه الواحد يوقع يعني إحنا راح ينمسط بالنهاية طبعا يعني مهما كانت النتيجة إحنا عملنا اللي علينا وإن شاء الله خير طبعا علاء من نحية المشاعر أنت والفريق كيف؟ رائعة صراحة يعني إحنا كناتنا أصدقاء أصلا فكان يعني متع بالنسبة إلينا عم نشتغل عم نحس اللي عم نشتغل و عم يطلع قدامنا لسه بلق شاي المنتج يبين 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 لحتى وصلنا إلى المحلة الأخيرة أنه صراحة كانت عن جد المشاعر رائعة صراحة حلو حلو كتير طب علاء أنت حكت لي أنه عندك بنتين الله خير يا أخي طب كنا نحكي بنتك الأكبر عمرها سنتين يعني أكيد ستأتي تشجع بابا و ستشوف بابا ستكون الموضوع فيه مشاعر لطيفة جداً أنت عم تزرع فكرة معينة مع العائلة و مع بنتك فكرة الترفيه و فكرة الخروج عن المألوف و الخروج عن الروتين هل حسي تأثر هذا الموضوع في العائلة؟ أكيد آه لأنه إحنا زي ما حكى أنه هناك مشكلة أنه النجاتفتي من المجتمع أنت لماذا تشغلك؟ لماذا تغلب حالك؟ ماذا ستستفيد من هذا الموضوع؟ الآن الأشي هذا لما أسوي أنا لازم أزرعه بنتي أنه ليس ضروري أنها تتبع الطريق المجتمع هذا النجاتفتي السلبية من أخذها من المجتمع لا، دعيها تبتكر، دعيها تسوي أشي جديد هذا الأشي جديد ممكن تغير مستقبلها كلياته ممكن نوصلها لمرحلة أنه يكون هذا الأشي اللي سوته هو الأشي اللي خلاها أنها تأخذ هذه الرسالة النهائية للسباق سلام عليك، أتوقع هذه هي الرسالة النهائية للسباق سلام شفتوا التراك؟ شفتوا مسار السباق؟ لا شفنا على الطبيعة بس سمعنا عن المساعدة واد عبدون نعم، ستكون يوم الجمعة الجاي إن شاء الله الساعة واحدة الظهر ما شفت التراك ولا طلعت عليه؟ خليناها مفاجئة علاء شفت التراك؟ نحن شفنا التراكس لريد بول إفنت الثانيين أصبح مفاجئة بالموضوع وعلموا ما سيحدث ولكن التراكس نفسه لم نرى بالضبط الذي في الأردن بالطبع، ولكن المنطقة مشاعر المنطقة من المنطقة مشاعر ولكن التراكس ليس جاهز 100% ولكن بالتأكيد سيكون جيدة شفتوا ما على اليوتيوب؟ أكيد سلام، شفتوا على اليوتيوب نستفيد من خبرات غيرنا لإنما يرى ما العملت لأيضار محلة جيدة بعد التعبئة ماذا لفت انتباهك في الفيديوهات الديزاينات والأشياء هاي يعني فيه اشياء كتير إبداع فيها حلو، ايش أكتر ديزاين مثلاً لفت انتباهك؟ أكتر ديزاين لفت انتباهي فيه عاملين مثلاً سيارة ماريو كانت كتير حلو علاء شوي مرجع للسباق هلا أنت بتتكي أنك رح تنافس على التلات مستويات، كيف متوقع حجم منافسة وحجم سيارتك بين السيارات الأخرى من ناحية التصميم والسرعة؟ صراحة المنافس قوية ما شاء الله سيارتهم كتير حلوة صراحة وأنا بحييك على السيارة فالمنافسة قوية والمنافسة القوية تصنع هذه المنافسة أصلاً بس إن شاء الله رح نكون قويين كمان وح تكون منافستنا قوية لأنه عاملين تصميم عن جد التابني عليه كتير وحا أتوقع أنه سيكون يعجب الناس كتير فإن شاء الله أنا بأتوقع على سيارتك أنها تكون سريعة فعلياً شخصياً شفتها وشوفت تصميمها شكله سريع شكل السيارة سريع باتموبيل لابد يكون سريع باتمان أكيد مش هتكون بطيئة رح تلبسوا كوستمز رح ألبس باتمان والفريق رح يلبس الفيلنز باتمان بين على سكير كرو على تو فيس على جوكر فرح تشوفوا إشي حلو كتير رح نعمل إشي كتير حلو أنا جوكر أفكرة من أفضل الشخصيات من الشخصيات المفضلة بالنسبة لي في صورة كبيرة لجوكر في بيتي السلام الفريق اللي رح يسوق السيارة هو اتنين رح يكون اتنين أنا وصديقي المهندس مصطفى حلو، والفريق الثاني رح يكون داعم نعمل إشي كتير حلو تمام طب محضرين مثلا محضر شو معين على اساس ان تساعد في نقاط الكارزما أكيد معاملين شو ان شاء الله رح يعجب الكل رح تحكي لنا؟ تمام علاء عاملين اشي غير السيارة عاملين شو عاملين شوية اشياء حلو رح تكون فتوقع الناس رح تجموهم كمان تمام تمام سلام وعلا بدي اتمنالكم التوفيق وان شاء الله يعني يوم الجمعة الجاي منيجي منحضر منشوفكم منتسلى كلنا مع بعض ومنمبسط وان شاء الله رح يكون سباق حلو وبيأثر ان شاء الله شكرا كثير شكرا كثير سلام بس بحب اشكر التيم تابعي اللي ساعدنا وصلنا لها المرحلة وحب اشكر أخوي الدكتور ماجد بعرقوب مركز اسمه الانجينيرز على دعمه لنا وحب اشكر كل الناس تشوفوا سيارتنا شافوها بتستحق ياري تصوتوا لها ان شاء الله رب العالمين شكرا وانا نفسي اشي حاب اشكر كل الفريق اللي اشتغل معاي والداعمين الي صراحة لانهم عن جد ما قصروا واشتغلوا معنا كثير وشكرا شكرا كثير لكل الناس يساعد واستنونا يوم الجمعة ان شاء الله جاء الله ان شاء الله